صرح مصدر أمني أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية اليوم من مسؤول كنيسة الأنبا بشوي بالمينيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة وتم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح كما صرح المصدر الأمني أنه تبين أن الحريق نشب بصقف القاعة غير مستخدمة وبسؤال مسؤول الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية